بعد ليلة ساخنة شهد قطاع غزة من قصف متبدل بين القوات الإسرائيلية وحركة الجهاد الإسلامي أعلنت الحركة توصل إلى اتفاق وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل في غزة برعاية مصرية الناطق باسم الحركة داود شهاب قال لوسائل الإعلام أن مصر وبالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولايم نادينوف أجرت اتصالات مكثفة بالفصائل الفلسطينية بقيادة الجهاد الإسلامي وتم الاتفاق معها على وقف شامل لإطلاق النار حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ مقابل وقف القصف الإسرائيلي للقطاع ووفق مصادر أمنية وشهد عيان لم يتم تسجيل أي غارات إسرائيلية أو هجمات من غزة تجاه إسرائيل منذ إعلان وقف إطلاق النار بعد ظهر السبت ويجري مسؤولون أمنيون مصريون محادثات منفصلة مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة لإعادة الهدوء إلى الحدود جاءت هذه الاتصالات بين الجهات المصرية والأمم المتحدة مع حركة الجهاد والجانب الإسرائيلي كلا على حدة إثر شن سلاح الجو الإسرائيلي فجر السبت عشرات الغارات التي استهدفت مواقع لحركتي حماس والجهاد ردا على إطلاق سواريخ وقذائف ليل الجمعة السبت من قطاع غزة تجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة لحدود القطاع وبدأ تصعده بعد مقتل أربعة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية الجمعة خلال احتجاجات إسبوعية على امتداد الحدود حيث قالت إسرائيل إن قواتها هجمت بعوات ناسفة وإن بعض المحتجين اخترقوا الحدود